بدأ المستشفى الميداني لمراتي في غزة تركيب الأطراف الصناعية للجرحى والمصابين الذين فقدوا أطرافهم خلال الأحداث الكارثية في قطاع غزة أعلن المستشفى أنه سيتم تسليم 61 طرفا صناعيا للمصابين على عدة مراحل وفي كل مرحلة سيتم تركيب الأطراف الصناعية لعشرة مصابين مع التأهيل الحركي والنفسي لهم يذكر أن المستشفى الميداني لمراتي في غزة تبلغ سعته 200 سرير ويضم كادرا طبيا مكونا من 83 متطوعا من 21 جنسية